كنا في البرلمان 98 أداء رقبية 98 واحد من النواب تقدم بأدوات رقبية أسئلة وطلبات أحاطة وأسئلة عاجلة إلى آخره لوزير التموين حياة وزير التموين رد على فساد المسؤولين داخل وزارة قالوا له عندك مسؤولين فسدين في الوزارة رد الدكتور علم صلح وقال أنا لست حكم والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ده السؤال النائب سأله قال له أنت عندك يا معالي الوزير فساد في وزارة التموين فرد قال لهم المتهم بريء حتى تثبت إدانته لسه ما فيش حكم قضاء نهائي وأنا بقول لوزير التموين لا يا دكتور علي أنت عندك مسؤولين سابقين اتهموا في وزارة التموين في وجودك واتحكم عليهم ومتهمين مش متهمين دول فسدين يعني فيه حاجة فيه مشكلة يعني فيه مشكلة لا بد أن أعترف بيها أنا بقول لسيادتك أنه لأ فيه ناس دخلوا السجن بينفذوا أحكام عندك في وزارة التموين وده بالتأكيد بالتأكيد مسؤولية حضرتك وبالتأكيد بالتأكيد يا دكتور علي احنا عايزين نبص للمستقبل المستقبل انت قلت النهاردة كلام خطير جدا هقوله دلوقتي بيقول وزير التموين نقص المعروض وارتفاع سعر الدولار وعدم استقرار سعر الصرف بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الشحن أسباب رئيسية لارتفاع أسعار السلع الغذائية بيقول في السبعينات لم يكن هناك سوى وزارة التموين إنما الآن موجود جهاز المنافسة ومنع المنوارسات الاحتجارية وجهاز حماية المستهلك أنا مسؤول ضمنيا عن تلك الهيئات ولكن هيئة سلامة الغذاء خارت مني كل المفتشين يا سلام يعني أنا بعمل هيئة سلامة الغذاء عشان تجيب على حساب وزارة التموين طيب وانت مسؤول ضمني عن الحماية المستهلك والمنافسة الكاملة طيب يعني معناها ان المؤسسات الكتير دي ما جابتش نتيجة للمواطن ما جابتش الهدف أنا مبارح كان عندي اللواء اللواء راضي وعندي اللواء يعقوب والمهنس إبراهيم عندي الناس خبرى بتكلمه وقالوا فعلا أنه تعدد الجهات صاحبة الولاية على إدارة ورقابة السوق خطأ ويجب أن يكون هناك جهة ما مجلس أعلى ليه إدارة الأسواق والحقيقة أنا أميل إلى هذا واللواء مبارح اللواء يعقوب كلم مبارح على عملية هذا التشرزم الموجود وقال أنه كله بيشتغل لكن في الآخر عايزين هارموني عايزين تنسيق بين كل هؤلاء لأنه شايف أنه العبرة اللي مواطن بيبص عليها السعر وهما مبارح قالوا نحط السعر على السلعة يقول لك ده تسعير إجبار يا عم لا مش إجبار كل واحد عايز يبيع أنت حر أنت حط على سلعتك لكن هتفع درايب على المكسب يعني حط كل واحد السعر اللي عايزه لكن تبيع بيه تلتزم بالسعر الموجود أنا مش عايز أخلش في تفاصيل ده مش موضوع ده كان موضوع مبارح تكلمنا فيه ونفتح لإيه حلقات تاني لكن خلينا أقول أنه تكلم وزيرتي موني عن أزمة السكر وقال برضو فيها كلام اتكلم عن قال إن من يدعي توقف مصنع أبو قرقاص للسكر في المونية مخطئ ما إحنا دكتور عالب قالنا يومين عمل إنه قول المصنع بيقول وقف والمؤعزين حد يرد لا الشركة ردت ولا المحافظ رد ولا أنت رديت ولا طلحته بيان يتقول المخطئ تبوا أنت ليه تستنى أنا مصر تغلط يعني لماذا تنتظر يا معالي وزير التموين الناس تغلط في تفسير وقعة أنت بتقول مخطئ من يقول أن المصنع قد أغلق تب اطلعوا إحنا قعدنا نقول ونجتهد ونقول أنا قلت أن المصنع كذا وكذا وكذا وده التواصل المفقود اللي بقول عليه لو تواصلتم وتوضعتم لو تواصلتم وتوضعتم وأحسنتم العرض مع وسائل الإعلام أعتقد الأمور هتبقى أفضل من كده بكتير لكن محدش بسمع الكلام بيقول كمان الدكتور علم صلحي ليس لدينا أسواق منظمة بالمفهوم الصحية والله أنا يعني ليس لدينا أسواق منظمة بالمفهوم الصحية عشان نعمل الرقابة والإشراف عليها وكذا وكذا الدكتور علم صلحي كان وزير التموين من قامل رئيس مبارك كان جمعها يعني مش عارف برضه المهم رئيس مجلس النواب الوزير التموين أكد أن مشاكل ارتفاع الأسعار تقع على عطق الحكومة بأكملها من أول رئيس الحكومة حتى باقي الوزرات خلص ده كلنا مسؤولين صحيح كل الحكومة مسؤولة لكن وزير التموين هو اللي في الوش قدامنا واحنا بنسأله ودايما بنقول واعتقد أن احنا يعني حظنا شوية في وزراء التموين حظنا شوية ربنا يكرمنا يا رب يا رب ربنا يكرمنا بوزير التموين يكون قد المشاكل الموجودة في السوق وأد المشاكل الموجودة في الأسواق وأد المشاكل الموجودة في الأسعار لأن الدولة بتدفع ثمن وفواتير الدولة المصرية تدفع ثمن وفواتير أعتقد نتيجة عدم حسن إدارة المنظومة لأنه عندنا كفاءات أنا متأكد أنه عندنا كفاءات من هم أنا معرفش برضو خد بالك في مشكلة تاني في مشكلة تاني إن احنا في بعض الناس الأكفاء بيعزفوا على عن المشاركة في الحكومة يعني فيه ناس تقولها تعالى أبقى وزيرك لا أمش عايز ليه يقولك يا عم هيقودوا يشتموني وهاجموني وأنا عايز يا عم اللي بيشتغل اللي بنحط على رأسنا من فوقه اللي بيشتغل ومصر على فكرة ما فيش حد مجمل مصر فيش حد مجمل مصر مصر مجملك كل فلو مصر طلبت حد المفروض يلب النداء على طول إحنا فعلا عندنا مشكلة في وزارة التموين ونتعشى منه الفترة القادمة فترة تغيير وزاري وفترة تعديلات وزارية ودكتور علي مصر هي تعب أكيد ويشتغل بإخلاص يعني أكيد كان مخلص قولا واحدا ما أقدرش أتكلم دكتور علي على المستوى الوطني رجل الوطني حقيقي لكن ربما لم يكن موفقا في إدارة هذه الحقيبة الثقيلة والمبعثرة زي ما قال إن فيه جهات كتيرة جدا إحنا محتاجين الفترة القادمة محتاجين الرقابة على الأسواق تكون جهاز معرفش يعني أنا مش عارف عندي حماية المستهلك وعندي حماية المنافسة وعندي سلامة الغذاء وعندي الصدرات والوريدات وعندي وزارة التموين وعندي التجارة الخارجية وعندي وعندي يا جماعة كل ده لازم تلمي في حقيبة واحدة وحد يكون يعني فارس يعني في هذه التوقتات صعبة جدا 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 لكن نقدر نلم